بحث وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم بوحيبح في العاصمة الموقتة عدن مع فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحث تدخلات وصعوبات في المجال الصحي واستمع الوزير بوحيبح من نائب رئيس قسم الصحة بمكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى بلادنا هايبولت تين ومدير قسم الصحة في المناطق المحررة نانسي كريستال والمنسق الميداني لمكتب اللجنة بعدن دكتور أحمد مثنى استمع إلى شرح حول التدخلات الخاصة بالصليب الأحمر لسيما في مجالات الرعاية الصحية الأولية والأطراف الصناعية والغسيل الكلوي والمنفذة في عدد من المحافظات وأكد وزير الصحة ضرورة العمل على تبني المشاريع المشتركة وتعزيز مجالات التنسيق بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر مثنيا على دور اللجنة في دعم الوزارة بتوفير داعيا بالتوفير داعيا أو بتوفير الإنسولين داعيا إلى الاستمرار في تقديم الدعم فيه باعتباره يشكل احتياجا ملحا للوزارة لافتا إلى ضرورة التخطيط المبكر لكل التدخلات وبإشراك قطاعات الوزارة المختلفة